اه هو غير يعني فيه المحامي محامي كمان الفريق سامعناه وابنه الحقيقة كان يعني واضح قوي من نبرة صوته اه انه استياءه الشديد. طبعا. طبعا. لانه اه هو هيخليه اشترك معهم. ده موضوع عملية. في الا يعني انا مش فهمة يعني ايه? ليه? هذا الشخص. عايزين ايه? يعني انت لو ترجع لتاريخ هشام جنينة يا دكتورة بسمع. مين اللي جابه رئيس الجهاز المركزي المحسنات? جماعة الاخوان. وشكل خلايا عنقودية جوة الجهاز. كل هدفها اولا. هد المؤسسة العسكرية. الداخلية. الرقابة الادارية. انا بقول لحديك. مانيش بو ناس بالحديك بتقولوا ده كمان. يعني هل حديك تعتقد انه الناس برضو في الشرع بتسأل? بتقول طيب هم مثلا كانوا عايزين ان هم يخترقوا اه جهاز الشرطة. وكان عاوزين يحاولوا يقضوا عليه. لانه هو ده عمود الفقري للدولة. طبعا. ما ادروش. طبعا. هل بيحاولوا يدخلوا مدخل اخر النهاردة عن طريق. ماشر. الجيش. هو كده. هو كمان. محاولة اخرى يعني. يا دكتورة بسمع شام جنينة صرب معلومات غاية في الخطورة والحساسية عن الداخلية وزارة الداخلية القناة الجزيرة القطرية وعطاها فلاشات وسطوانات مدمجة عليها اسرار خطيرة جدا. ده امتى المعلومات دي؟ ده ايام توليه الجهاز المركزي للمحاسبات واحنا طلبنا من يابة امن الدولة العليا التحقيق في هذا. امان هو اترافد وتفصل لي. وحصل تحقيق في الكلام ده. وحصل تحقيق حتى هذه اللحظة التحقيق مفتوح. هو تفصل ليه. في قرار فاصله من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات. معلش يعني انا عايزة اعرف حاجة يعني. ايه نوعية المعلومات اللي صربها دي? اللي حارك بتتكلم انا خاصة بالميزانية الخاصة بهزارة الداخلية. التسليح. انواع هذا التسليح بين جمهورين. لان كل هذه المستندات المفروض ان هو رئيس الجهاز المركزي. ده حصل في عهد الاخوان ولا العهد. في عهد الاخوان وبعد من اما رئيس وصل وعرض ان هذه المعلومات تم تسريبها وتم تسريبها. انا عمري ما بقول لحضرتك الا معلومات حقيقية. هشام جنينة ممول ومأهور وخائن ومنتمي لتنظيم الاخوان الارهاب ويعمل على تهديد الامن القوم المصري. وصرب معلومات غاية في الخطورة والحساسية عن وزارة الداخلية لقناة الجزيرة والمخابرات القطرية والتركية. ايام تولي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات. وانا حذرت من هذا الكلام. يوم اما تم فصله راح الجهاز وفصل النور وحاول يجمع مستندات على قد بقى ما يقدر. ويجمع من هنا فلاشة. وجمع من هنا معلومة. لان رئيس الجهاز ده اكبر جهاز رقب في مصر يا دكتورة بسمة. ده اللي تحت ايده ميزانية القوات المسلحة بيفتش على القوات المسلحة. موقع خطير وهم ما اختاروش ده هو كان رئيس. استقهاية معرفش استقلال القضاء اللي كانت تتبع لجماعة الاخوان المسلمين. هو كان اليد اليمين لمحمود ميكي واحمد ميكي. هما كان بيتلقى تعليمات وينفزها حرطية. يجيه لك انا بش منتهم الجماعة. ده انت كل تحركاتك داخل الجهاز. ده انت اخوانت الجهاز المركز المحاسبات. يعني انت حريك اللي بتقوله كل الكلام ده كان فيه شكوك. النهارة حريك باجاباتك دي وبمعلوماتك دي بتؤكد انه ده ما ما تسفحش شكوك بالنسبة لنا. شكوك بالنسبة لنا. تبع معلومة اكيدة. يا دكتورة بس ما ده اخد سنة تم تأييدها استقنافيا. واوقفه تنفيذ هذه العقوبة لكونه كان رجل قضاء سابق. يعني تم اداناته بنشر اخبار كذبة. عشان كده انا بقول لحضرتك. هشام جنينة سوادق. راجل سوادق. يعني هما ما يعمل فيش. عايت له ان اخد سنة مع اخاف التنفيذ. سوادق. رجل يعمل على تهديد الامن الطوم لمصر. يعمل. طب يعمل لمين? لمصلحة جامعة الاخوان. مين وراه? التنظيم الدولي للاخوان والمخابرات التركية والقطرية. برضو قوحنا كل مصيبة. ايوة. 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 تركيا وقطر. المخابرات القطرية والتركية. وهو كان انا حتى كنت قدمت ضده بلار بعد ما تم الفصله. طلبت بمنعه من الصفر. لانه هو كان حيروح يبقى المستشار القانوني لموزة مرات امير قطر وام الامير الحالي. ايوة. ايوة. واحنا ورناه على وقدمت بلاغ فيه. وطلبت بمنعه من الصفر. لان هذا رجل حتى لو لم يكن يمتلك مستندات فخزينة الاسرار اللي يمتلكها في جماغه في المنتقل الخطورة. خصوصا ان هذا رجل منتمي لترانزيم الدولي. يعني انا هراجع معاك يا دكتورة بسمة من بعد توليه جميع الاجراءات والتصريحات اللي قالها معادية للدولة المصرية. انت عائل. ايوة. ما هو هذا. موقع قد كده تقوله. والموقع ده تقوله تصريحات غاية في الخطورة واتذب في نفس الوقت. عشان هذا الموقع ياخد هذه التصريحات ويلفي بها انحاء العالم ويربط هذه التصريحات بالانتخابات الرئاسية. انا طلبت بمنعه. ده مع المقصود. اه طبعا. هو بيحاول يربط. ما بين التصريحات دي والانتخابات الرئاسية ما هو كان. اربطي. انا بحاول اسهم على فكرة بلده. ايوة محاولات مشاهدين يفهمها. طبعا. اما تم اختياره اللي يكون نائب رئيس الجمهورية مع ان مفيش مسمى في الدستور المصر اللي يتم اللي يتفق عليه. حاجة اسمها نائب رئيس الجمهورية. قال لك ايه? قال لك نائب رئيس الجمهورية للشؤون القضائية وحقوق الانسان ما عرفش للتحقيق في ما تم بعد 2011. والمحاكمات. شوفي بقى. شوفي الصفقات القزرة بالدنة ايه? قدام الناه. والمحاكمات. هيتم مراجعة المحاكمات اللي تمت لقيادات جماعة الاخوان الارهابية. واذا كانت تتماشى مع القانون من عدمه. ها? حريك اصدق ان هو. حريك بتقصد ان هو كان هيبقى عدو فريق آآ. رئيس فريق. صح? مسؤول اول. مم. وكان هو جايبه. الفريق سامي عنان عشان كده. وانا قلت قبل كده. ان كانت هناك صدقة. ما بين. الفريق سامي عنان والاخوان. وكان اهم مصدر لها ان يكون هشام جنينة نائب او مساعد له. وسيط بقى يعني انا شايفة انه من الحريك بتقوله انه هو وسيط لاتمام الصفقة. ما بين الاخوان. وكانت دي. وما بين مين الطرف التاني. الفريق سامي عنان? لأ حريك يعني الكلام ده صادم. هو ده اللي تمه واحنا قلناه. الكلام ده يا فنجا صادم. احنا ده كلام لازم لازم المصريين يرافوا حجم المؤامرة اللي بتحيط بالدولة المصرية يا دكتورة باسمك. والفعل ده بعد بيحصل على اساس ان احنا عادين في محطة مصر هنا. مصر هتطلتش مننا. اه ما احنا هي خرابة. مصر سغيرة كده. اه واحد يطلع يقول والله اه اه احنا عصابة شغل العصابات هو بقى. يعني شان جنينة اشغالي كفر العصابات زي عصابة الاخوان بتاعته. مم. اه والله ده انت لو جيت جنبه ده نعطلع الورقة اللي معاهم. هو كده. مم. هو كده. مم. هو كده. هو ورق ايه. وعلى مين? والايه? ده راجل كان رقيس اركان. عيب. اصبر. راجل عمي يعني يعني انا انا. اما طلبت في بلاغي حدوث مواجهة ما بين الفريق سامي عناني. وهي شام جنينة حتى يبغي سامي عناني. نفسه من هذه الترمة المشينة. دي ترمة مشينة. تتخابر. وصائق ايه اللي انت تطلحها بقى. اللي هي تخص الامن القوم المصري. وعند مين? عند جاء مين يا شام يا جنينة? يعني بقى مقلة وانت اطلعت. وده عند مين? عند اه تامين? ولا عند جهاز مخابرات القطري? ولا عند اردغان? ولا عند جهاز مخابرات التركي. ولا بالمغة بقى. الناس ياخدوا الوصائق دي ويهددوا الدولة بقى. لا ده شغلة الصباح. انا انا لسه.